المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضايا الشادي نقدم لحضراتكم معرض السابع الرئيسي لهذا المساء والبداية بقراءة هذه البرقية حيث بعث رئيس الجمهورية إدريد ديبيتنو ببرقية تهنية إلى نظره رئيس جمهورية رواندا بول كيغامي السيد الرئيس وأخي الشقيق باسم الشعب الشادي وحكومتي وباسم شخصيا نتقدم لكم بتهنين القلبية لانتخابكم على رأس الدولة أقل عديد أن فقه التي منحكم إياها الشعب الروندي لعادة انتخابكم مجددا ما هو إلا مرحلة جديدة لتعاحداتكم التي قطعتمها تجاه الشعب الروندي من ناحية أخرى نؤكد لكم التزامنا لنفتح آفاقا جديدة لصالح شعبينا ودولتين أتمنى لكم المزيد من التقدم والإزدهار إدريد ديبيتنو وإلجمهوريتات رأس الدولة يصادف يوم غد الثامن من أغسطوز الذكرى الأولى من تنصيب رئيس الجمهورية ديبيتنو في ولايته الحالية وحول إنجازات التي شهدت العام المنصر معدى محمد حسن عبد الرسول الورغة التالية الثامن من أوصص 2016 عام مضى من الولاية الخامسة لرئيس الجمهورية ديبيتنو والتي كانت حفلة بالإنجازات والمشاريع الطموحة لصالح الشعب الشادي كما وعد بها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية حيث تمكنت البلاد في السنة الماضية من جاني مكاسب ثمينة أبرزها السلام والاستقرار وهما أساس كل تنمية وإزدهار وقد تضمن دعود رئيس الجمهورية ديبيتنو العديد من البرامج والمشاريع مثل توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين أينما كانوا من نسبة 53% إلى 88% وتوفير الطاقة الكهربائية التي ستمكن البلاد من تنوع مصادرها وزيادة قدراتها من أي ضمان طاقة متاحة وبأسعار معقولة للمواطنين والمؤسسات والشركات كما بزلت جهودا في الجانب الزراعي والرعوي بمضاعفة المساحات الزراعية حيث لا مستقبل الاقتصاد الوطني إلا من خلال الزراع واستكمال العمال التي بدأت بالفعل لضمان الأمن الغزائي في البلاد عبر تأسيس الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية كما سعت الحكومة الجدية خلال عام واحد تحسين مناخ الأعمال بفضل الإجراءات القوية في المجال القضائي والقانوني الذي يرمي إلى طمأنة وتأمين المستثمرين كما حققت خلال العام الماضي من الخماسية نجاحات في تأسيس مؤسسات تعنى بهموم وقضايا الشباب أطلق عليها اسم الهيئة الوطنية للشباب والرياضة وهناك العديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي بدأت في تنفيذ الخطط والبرامج التي جاءت في البرامج السياسي لرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تخيم على العالم بأسره فإن الحكومة الشادية وضعت خطة لمواجهة التحديات هذه الأزمة بكل حزم وجدية وشفافية في إدارة الموارد العامة وضبط المصرفات والعيدات المالية عبر لجنة شكلت بمرسوم رئاسي رقم 681 مكلفة بالإصلاح الإداري في كافة المؤسسات الحكومية حيث تم إفات بعسات للأقاليم للقيام بلقاءات تشاورية ميدانية واضحة للنموذج المؤسسي للإدارة الجديدة والقيام بالتعديلات والإصلاحات الضرورية اللازمة لتعزيز الديمقراطية وفرض سيادة القانون على الكل ولا تتم هذه الإصلاحات الإدارية للمؤسسات إلا بمشاركة جميع القوى الحية للأمة الشادية في إطار مشاورات وطنية موسعة لتقوم بالتشخيص وضبط الخلل المؤسسة وتقترح الحلول التي تتكيف مع حقائقنا وواقعنا بحسب المورث الثقافي والاجتماعي كل ذلك ينصب في إطار بناء دولة قوية ونافذة لخدمة الشعب والوطن معا ومواجهة جميع التحديات وأخذ التدابير لاحتواء تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام استقبل عصر اليوم رئيس الجمهورية إدريث ديبيتنو وفضا من عضاء لجنة السماك بقيادة رئيسها بير موسى رئيس لينة منظمة السماك اللقاء تركز حول المخرجات الأخيرة والتوصيات التي خرجت بها قمة غينية الاستوائية الحبيب حمد محمد تفعيل التوصيات والقرارات المنبثقة من آخر قمة لدول المجموعة الاقتصادية والنغدية لدول وسط أفريقيا السماك والتي انعقدت بجمهورية غينية الاستوائية هي بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخام الرئيس الجمهورية إدريث ديبيتنو وأعضاء لجنة السماك بقيادة رئيسها سيد بير موسى مقابلة تدخلت فيها جلسة عمل مطولة استمرت لأكثر من ساعة طرحت المواضيع المتعلقة بالتنمية في الدول الأعضاء في المجموعة وهي حرية تنقل الأفراد والأمتع بين الدول السماك والذي سيساعد بلا شك في دفع العجلة الاقتصادية وحراك السوق والجلسة العملية ناقشت أيضا كل القرارات المتعلقة بالخصوص وهو العمل على تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها قادة السماك في مختلف القمم الماضية وباعتباره الرئيس الدوري لمنظمة السماك فقد طلب فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو في هذه المقابلة من رئيس لجنة السماك السيد بير موسى ضرورة تفعيل هذه الخطوات والتي تساعد بشكل فعال في تنمية دول الإقليم كما تم تطرق إلى ملفات ذات صلة بالموضوع وهو العمل على إيجاد اقتصاد بديل يساعد الدول الأعضاء في مواجهة الأزمة الحالية والتي سببها تدني سعر البيترول المقابلة كانت بحضر وزير التخطيط والتنمية انجيتو يانباي وأمينة الدولة في المالية والميزانية باناتا تشاليسو الأمين العام لرئاسة الجمهورية ناجوم ياماسوم ومدير المكتب المدني لفخام الرئيس الجمهورية عيسى علي طاهر وعدد من مستشاري فخام الرئيس الجمهورية بالمكتب المدني وعقب خروجه من المقابلة أكد سيد بير موسى تلقوا توجيهات من فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باعتباره رئيسا دوريا للسماك بضرورة تفعيل كل القرارات والتوصيات التي انبسقت من قمة غينيا الاستوائية مؤخرة وقال إنهم جاءوا اليوم بقرة تلقي التوجيهات من فخامته وكذلك العمل على إعقاد قمة طارئة للسماك خلال الشهور القادمة وأكد أيضا تطبيق قرارة حرية التنقل الأفراد والعمتع بين دول الإقليم يجل العمل فيه على قدم وسق وهو أن تطبق فقد يكون أول الخطوات التي تساعد على التكامل الاقتصاد الحقيقي بين الدول الأعضاء ونقل سيد بير موسى في هذه المقابلة لفخامته كل التقارير التي اتخذت خلال أعمال مختلف لجان مجموعة السماك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر